هذا وتمتلك مملكة البحرين أكثر مواقع التراث الثقافي في منطقة الخليج لما شهدته من تنوع الحذرات المختلفة وتركت البصمات على أراضيها هذا وتقوم هيئة البحرين للثقافة والأثار بجهود كبيرة في سبيل الحفاظ على هذه المعالم والمواقع الأثرية كونها المكسب الحقيقي لتراث المملكة ومقدراتها وإرث الأجيال القادمة تفاصيل أكثر يستعرضها لنا الزميل عبدالله الحسيني تتمتع مملكة البحرين بتاريخ وثقافة غنيين يعودان إلى ألاف السنين وتضم المملكة الكثير من المواقع التاريخية الثقافية التي تعتبر محط جذب واهتمام لمحبي التاريخ والثقافة نستعرض معكم بعض المواقع التاريخية الثقافية في مملكة البحرين متحف البحرين الوطني يعتبر أول متحف في منطقة الخليج العربي افتتح في العام 1988 ويتميز بتصميم معماري نحتي ضخم ويقع قبالة بحيرة جميلة تتكامل معها وجهته الحجرية ويتميز المتحف بوجود أفنية واسعة مزينة بالتماثيل المعاصرة موقع ومتحف قلعة البحرين هذا الموقع مسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو والمعروف في العصور القديمة باسم دلمون في العديد من المواقع الأثرية تقع القلعة في على تل أثري وتبلغ مساحته 17 هكتار ونصف الهكتار والذي شيد منذ أكثر من أربعة ألاف عام وتم افتتاح المتحف في الثامن عشر من فبراير من عام 2008 ليكون شاهدا على أهمية المواقع الأثرية مسجد الخميس بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي ووجود منارته التوأمتين جعلته لافتا للأنظار وتعود بعض أساسية المسجد إلى القرن الحادي عشر كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر قلعة عراد تحتل قلعة عراد موقعا استراتيجيا في ممر البحر وتمثل حاليا مشهدا معماريا تاريخيا وصرحا عريقا يحتضن المهرجانات السنوية على مدار العام قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح تمثل قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح والشهيرة باسم قلعة الرفاع بحسب موقع وجودها شاهدا تاريخيا على واحدة من أهم المراحل الانتقالية في تاريخ البحرين وتركيبا عمرانيا جميلا حمل ذاكرة العائلة الحاكمة في مملكة البحرين تلال مقابر عالي تقع تلال مقابر عالي شمال مملكة البحرين وتعد من أكثر الآثار غموضا في البحرين والتي انتشرت في عصور جلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد وتايلوس القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها مشاهدين هذه كانت بعض الأماكن والوجهات الثقافية والتاريخية على أرض مملكة الحضارات وفي مملكتنا الغالية الكثير من المواقع التي تستحق الزيارة لما تتمتع به من تاريخ وحضارة فريدة من نوعها